الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام ألتقي معكم في رقاء جديد نتدارس فيه كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل زمانه في تلك الأيام الخالية التي كانت شاهدا للأمة ونبراسا في حياتها كلها وكان من تلك الكتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر عظيم الروم ملك الدولة الرومانية وقد جاء في الحديث أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وأرسله مع الصحابي دحية الكلبي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر دحية أن يدفع الكتاب إلى عظيم بصرا ليقوم عظيم بصرا بدفعه إلى قيصر وكان قيصر قد انتصر على فارس وذلك أن المشركين كانوا يرغبون أن ينتصر الفرس وكان المسلمون يرغبون أن ينتصر الروم لأنهم أهل كتاب فنزلت الآيات قلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الآيات فلما انتصر قيصر وكشف الله عنه جنود فارس مشى على قدميه من حمص إلى إيليا يشكر الله عز وجل على نعمة انتصاره على أهل كسراء فجاء الكتاب إلى قيصر وقرأ الكتاب أو قرئ على قيصر فقال لهم قال لمن حوله التمسوا هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي كتب هذا الكتاب لأسألهم عنه قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان من فيه إلى فيا يعني مشافعة مباشرة أن هرقل أرسل من يبحث عن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان بالشام قال وكنت في تلك المدة في الشام وذلك أن أبا سفيان تاجر وكان في مدة صلح الحديبية التي صالح فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على وضع الحرب عشر سنين قال أبو سفيان فجاء رسول قيصر ووجدنا ببعض الشام فأخذني وأصحابي وانطلق بنا حتى قدمنا إلى مدينة إيليا التي فيها قيصر ثم إنهم أدخلون على قيصر ودعانا في مجلسه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال للترجمان سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان أنا أقربهم إليه نسبا فقال له ما قرابته ما بينك وبينه قال هو ابن عمي وذلك أن أبا سفيان من بني عبد مناف فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه والركب الذين كانوا هناك كانوا أبعد من أبي سفيان فقال قيصر أدنوه مني قربوه واجعلوا أصحابه وراء ظهره فأجلس أبا سفيان بين يدي قيصر قال أبو سفيان وجعلوا أصحابي خلف ظهري عند كتفي ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه يقول أبو سفيان أنا أعلم أن أصحابي لن يكذبوني ولكنني أستحي من أن يجد أصحابي علي كذبا وأن يأثروا علي كذبا ولولا ذاك لكذبت عليه لما سألني عنه وكان أبو سفيان يتحين فرصة ليدخل فيها ما يريد أن يتكلم به عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيصر كيف نسب هذا الرجل فيكم فقلت هو ذو نسب فينا قال فهل قال أحد مثل هذه المقالة قبل هذا الرجل فيكم قال أبو سفيان لا فقال قيصر هل كان في آبائه ملك قد أخذ الملك قبله فقال أبو سفيان لا فقال قيصر هل أشراف الناس يتبعونه أم يتبعه ضعفاؤهم فقال بل يتبعه ضعفاؤهم فقال قيصر هل يزيدون أو ينقصون قال بل يزيدون قال هل يرتد أحد من أصحابه صاخطا لدينه بعد أن يدخل فيه فقال أبو سفيان لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال لا هذه جزء من المحاورة التي بين أبو سفيان وبين قيصر لم يستطع أبو سفيان أن يدخل فيها كلمة لكنه بعد ذلك حاول أن يدخل كلمة لكنها لم تنفع ما هي هذه الكلمة سنستمع إليها بعد الفاصل لازلنا في سياق الحديث الذي جرى بين قيصر وبين أبي سفيان عندما أجلسه أمامه وأجلس أصحاب أبي سفيان خلفه وقلت بأنه حاول أن يدخل كلمة ما هي هذه الكلمة سأل قيصر أبو سفيان فقال له هل يغدر فقال أبو سفيان لا لا يغدر لكن نحن الآن منه في مدة يعني في عهد بيننا وبينه ونحن نخاف أن يغدر ولا ندري ما هو فاعل فيها يعني هذه حاول أن يدخل فيها قال أبو سفيان لم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا أحاول أن أستنقص به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر علي فيها أني كذبت إلا هذه الكلمة قال قيصر له هل قاتلتموه؟ قال نعم قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه السجال مرة نفوز ومرة يفوز يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى ينال منا وننال منه فقال قيصر بماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان يقولوا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة حينئذ أخرج قيصر النتائج من هذه الأسئلة فقال قيصر قل له بأني سألتك عن نسبه فيكم فذكرت أنه ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فذكرت أن لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت سمع قولا وسمع مقالة قيلت قبله وأراد أن يتأسى بقول قد قيل قبله وسألتك هل كان في آبائه من ملك فقلت ليس في آبائه ملك فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ذلك فذكرت أن لا وأنا أعرف أنه لن يذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى وسألتك أشراف الناس اتبعوها مضعفاؤهم وذكرت لي أن ضعفاؤهم هم الذين اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وهكذا أمر الإيمان يزيد حتى يتم لازلنا في سياقي الحديث الذي جرى بين قيصر وبين أبي سفيان عندما أجلسه أمامه وأجلس أصحاب أبي سفيان خلفه وقلت بأنه حاول أن يدخل كلمة ما هي هذه الكلمة؟ سأل قيصر أبا سفيان فقال له هل يغدر؟ فقال أبا سفيان لا لا يغدر لكن نحن الآن منه في مدة يعني في عهد بيننا وبينه ونحن نخاف أن يغدر ولا ندري ما هو فاعل فيها يعني هذه حاول أن يدخل فيها قال أبو سفيان لم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا أحاول أن أستنقص به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر علي فيها أني كذبت إلا هذه الكلمة قال قيصر له هل قاتلتموه؟ قال نعم قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه السجال مرة نفوز ومرة يفوز يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى ينال منا وننال منه فقال قيصر بماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان يقولوا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة حينئذ أخرج قيصر النتائج من هذه الأسئلة فقال قيصر قل له لأني سألتك عن نسبه فيكم فذكرت أنه ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فذكرت أن لا فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت سمع قولا وسمع مقالة قيلت قبله وأراد أن يتأسى بقول قد قيل قبله وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فقلت ليس في آبائه ملك فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ذلك؟ فذكرت أن لا وأنا أعرف أنه لن يذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ وذكرت لي أن ضعفاؤهم هم الذين اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وهكذا أمر الإيمان يزيد حتى يتم وسألتك أيرتد أحد منهم صاخطا لهذا الدين بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك كيف كان قتالكم إياه؟ فزعمت أن الحرب سجال ودول وهكذا الرسل تبتلى لكن تكون العاقبة لهم وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة فعلمت أن هذه الصفة نبي فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هتين وقد كنت أعلم أنه خارج لكن لم أظن أنه يخرج فيكم أو منكم فلو أني أعلم أني أتمكن أن أخرص إليه لا أتعبت نفسي من أجل لقاءه ولو كنت عنده لغسلت قدميه ثم دعا قيصر بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به إلى عظيم بصراء فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله وأجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب وقضى مقالة سمعنا أصوات وكثور الصخب وارتفعت الأصوات للذين حوله من عظماء الروم ولا أدري ما الذي قالوا ثم أمر بنا فأخرجنا فلما خرجنا قلت لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعني عظم وكبر إنه يخافه ملك بني الأصفر قال أبو سفيان فمن ذلك اليوم ما زلت ذليلا موقنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيظهر حتى أدخل الله قلبي لإسلام وأنا كاره وليكن في أذهاننا أن ذلك الموطن حكمه أو كان مقر حكم حكم أبي سفيان عندما تولى الخلافة ومن الأمور التي تتعلق بهذا ما يتعلق بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لكسرى وما يتعلق بكيفية كتابه للكتب ولعل إن شاء الله أن أذكرها بعد الفاصل حياكم الله بعد هذا الفاصل والذي كنت قد ذكرت قبله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم قيصر كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع ملوك زمانه يدعوهم إلى الإسلام كان من الكتب ذلك الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الفرس كسرى وأرسله مع عبد الله بن حذافة السهمية رضي الله عنه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه فكان ذاك يقول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى الروم كتابا قيل لهم إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان فيه ختم وكان مختوما وحينئذ اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وجعله من فضة وكان فصه منه وكان نقشه محمد رسول الله وقال إني اتخذته خاتما من ورق يعني من فضة ونقشته فيه نقشا محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على مثل ذلك النقش يقول أنس فكأني أنظر إلى بياضه في يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا النقش قد نقشه أنس رضي الله عنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك زمانه كثيرة متعددة ومن كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل ذلك الزمان ما كتبه إلى أمراء الأقاليم ورؤساء القبائل في ذلك العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة من أجل أن يبلغ الناس شرع الله ودينه ومن ذلك ما ورد عن أبي موسى الأشعر رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلهما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم عطي سأل فقال أحدنا أمرنا يا رسول الله وقال الآخر مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس فقلت يا رسول الله لا أعلم عنهما والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما علمت أنهما يطلبان العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعمل على عملنا من أراده ولا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرس عليه ولكن اذهب أنت يا أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يبدو أن كل واحد منهما كان في مخلاف غير المخلاف الآخر قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن بعث كل منهما على مخلاف وكان اليمن مخلافين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوع ولا تختلفا انظر للوصية يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوع ولا تختلفا وسأل أبو موسى لأشعري النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشربة التي كانوا يستعملونها فقال يا رسول الله إن أرضنا بها شراب يصنع من الشعير يقال له المزر وشراب من العسل يقال له البتع وفقال النبي صلى الله عليه وسلم كقاعدة كل مسكر حرام يقول له أبو موسى فانطلقنا وانطلقوا الكل واحد مننا إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه زار صاحبه وأحدث به عهدا فسلم عليه وذكر من ذلك ما ذكر وكان مما ذكر أنهما نزل فتذاكر قيام الليل فقال معاذ يا عبد الله كيف تقرأ القرآن فقال أقرأ قائما وقاعدا وأقرأ على راحلتي وأتفوقه تفوقا لكن كيف تقرأ أنت يا معاذ فقال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزء من النوم فأقرأ ما يسر الله لي وإني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فانظر إلى شأنهم وإلى طريقتهم في كونهم يحتسبون الأجر والثواب في كل أعمالهم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبر جزء من قسم Tom شكرا